إذن ما خلف أسوار الخلافات الأمريكية الروسية مساعٍ للتعاون في ملفاتٍ أخرى بينها النووي الإيراني كما سنوضح بإيجاز فيما يلي من المتوقع أن تفتح قمة جينيف الأبواب أمام استمرار قنوات الاتصال والحوار الروسي الأمريكي في فيينا ووفق صحيفة الشرق الأوسط فإن فتح أبواب الاتصال بين الطرفين سيتمحور إن فتحت طبعا ستتمحور أولى ملفات البعث على الترتيبات العسكرية شرق الفرات لمنع الصدام كذلك تكون هناك ضغوط متوازية من قبل موسكو على نظام الأسد وواشنطن على قصد لبدء حوار على ترتيبات عملية وربما أيضا سياسية فيما بعد أما ثاني فدفع نظام الأسد للإجابة عن تساؤلات طرحتها منظمة حضر السلاح الكيميائي مقابل استعادة حكومة لامتيازاتها في المنطقة الملف الثالث والأهم بالنسبة إلى واشنطن هو توفير أرضية في الواقع لتمديد العمل بالقرار الدولي الخاص بتمرير المساعدات عبر القدود والذي تنتهي صلاحياته في الحادي عشر من يوليو المقبل وكانت إدارة بايدن رفعت طموحها إلى فتح ثلاثة معابر فيما سيشكل قبور روسيا بتمديد المعبر الحالي في باب الهوى إلى استمرار التعاون بين الطرفين هذا وتوقع بعضهم توسع هذه الإشارات السورية المحددة لتشمل الأمور الاستراتيجية في الواقع والتي تخص بحث الوجود العسكري الإيراني في سوريا وتقليصه وبحسب الشرق الأوسط فإن الدول العربية والإقليمية ستقرأ بيان قمة فوتين وبايدن لتحديد ملامح المرحلة المقبلة في سوريا وسيتوضح ذلك أكثر في اجتماع وزراء خارجية المجموعة المصغرة الموسعة في روما برئاسة وزير الخارجية الأمريكي لكن الترجمة الملموسة لكواليس هذه القمة ستكون في جلسة التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بالمساعدات ترجمة نانسي قنقر